ضيفة شرف فمتها اليوم هي موريتانيا. موريتانيا نجعلكم شوية ذا كان فلاشباك استغيك على هالبلاد الحلوة اللي ناسها طيبين برشا وخلاقهم احلامنا ما فاماش. بلاد الشعراء بلاد الفن بلاد الموسيقى واحنا في مهرجين كرتاج قداش مرة اخذينا اه العدد فنانين وفنانات من موريتانيا واليوم مش نحكي لكم على كيفاش خلقت موريتانيا يعني هل كانت موجودة دولة من قبل اسمها موريتانيا ولا هي تصنع سرعان با تصنع سرعان لانه ما كانش فمع حاجة اسمها موريتانيا قبل اه فرنسا في القرن التسع عشر حاولت تمدل هاي من امتاحها على عدد بلدان في افريقيا وخاصة في شمال وغرب افريقيا وهذا بعد الاجتماع الكبير المؤتمر الكبير يصار في برلين اللي يتقسموا فيه القوات الاوروبية لكل مبيناتهم الافريقيا كما خبزت الكعكة الكعكة اللي متعلقتوا اللي قسموها وكل في بعضهم فرنسا جاء دورها اه بيها في شمال افريقيا وبعد ما حتت ايدي على الجزائر وحتت ايدي على تونس حبت زادت استحوذ على اه السينيغال وتخذت السينيغال وبعد استحوذت على السينيغال حاول تاخذ المنطقة اللي شمال السينيغال شمال السينيغال كان فيها اه نوعين من الناس اللي يسكنوا فيها كانوا اسموا عيتولو اه تراب البيذان تراب البيذان يعني ناس اللي هما اه قشرتهم بيذة اكثر من الاخرين فا اه هذك علش كانوا يسميوه تراب البيذان شكون كانوا نحكي فيها المنطقة ديه كانوا نحكي فيها زوز اه قيادات اه زوز قبايا الكبار على قيادتهم واحد اسمه سيدي بابا والاخر اسمه ساعد بو الاثنين هذهم فرنسا بعثت لهم مفاوض كبير وعندوا حنكة كبيرة وداهية ده يمتاز ياسر اللي هو تخل معهم على اساس انه احنا توه معاكم وباش نقويكم وباش نعطيوكم ممكانيات واخرجوا من سيطرة يمتاز سينيغال السيد هذا كانت عنده سلاح قوي ياسر اللي هو استعملوه حتى الانجليز مبعد لما عملوا الاقتراب من بعد ما سميه بالعربية السعودية كما عملوا الانجليز الاربي باثت فرنسا شخصية هما ياسر اسمه كزافي كوبونا كزافي كوبونا تفى تولد الفينية ستا ستين وتولد في الاسعمائة وخمسة شخص هذا هو اللي مشي يفاوض مع سيدي بابا وساعد بو واصلوا معهم باتفاق قدم القبائل المتاحهم تخرج على السينيغال لانو تذكروا وانا فاما سينيغال فاما ويد في شمال سينيغال اللي هو يفرق ما بين ما يدعى السينيغال وما يدعى اليوم باموريتانيا ما كانتش وقتها موريتانيا دونك جيت فرنسا وجيت البرتي اللي فوق الوايد وقالت لهم اخرجوا على السينيغال واحنا ندعموكم فاما شيخ في المنطقة هذي كما كانش عاش بالقصة هذي اسمه شيخ ماء العينين ماء العينين قال لنا الموضوع هذا ما منش مفق عليه وقد يحارب في الجنود والمعسكر الفرنسي حتى اللي صارت فاما عملية اقتتال اللي تتمكن فيها باش يقتل الكولونيل امريك اه عفوا اه اه اكزافي كوبونا اكزافي كوبونا اذن توفى في الف سعمائة وخمسة اه ناشمه بالضبط بعد ما توفى اكزافي كوبونا شو اللي صار فرنسا قالت هذوم الناس ما يفهمش معهم اله امشيش معهم التفاوث الحل الوحيد انه انه اللي نستعملوه ضدهم هو الجيش بعثوا كولونيل امريكورو الف سعمائة ثمانية اللي هو اه عمل اه حتى مجموعة من الجيوش اه اللي اتمكنت باش اه تسيطر على الوضع وانجح بتاريخة كبيرة برشا حتى انبعدين اه بعثوه اه في مهمة اخرى الى اه المغرب عوضوا اه بعد نجاح متاعه ورحلته للمغرب عوضوا كولونيل اسمه كولونيل باتاي جاء الف سعمائة وعشرة الكلونيل باتاي هذي يسميوه كوميسيا جنرال على موريتانيا كوميسيا جنرال موريتانيا يعني هو مسؤول على كله وامن موجود في موريتانيا يعني كل ما هو شمال سينيغال سيدة ذايا قرر انه بشي غير التكتيك متاعه كيفاشي حرب الاجماعة اللي هما في اه اه في المقاومة شون يعمل جاب تاثمائة اه 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 شرطي من الشرطة واعطاهم كلهم ممكنهم بجمال والجمال هذي خلتهم يتحركوا باسهل بطريقة اسهل في في الصحراء بتاعه اه موريتانيا وهذي خلته باش نجم بسهولة اتمكن باش يتغلب على المقاومة الموريتانية وسلحتها انه اقتل اه وعزل اه شيخ مع العينين وتمكن هذي منها من مقتها انه اه فرنسا باش تحطي ده بسيفة نهائية على موريتانيا حتى لين بعد جاء الاستقلال متى موريتانيا اه كاكا حبينا نرجعو بيكم فلاشباك عن طريق الزوم هذيه على موريتانيا باش تعفو شو اللي صار في البلاد الحلوة هذيه وتعرفوا انه ديما الجيو بوليتيك عن دائفي على الاشياء والخرايد اللي قاعدة نشوفوا فيها ما تخلقوش الخرايد كيميرنا كاكا هما نتيجة اه قرارات سياسية ومعارك اه اللي صارت على الارض وفرما مجموعة انتصرت على مجموعة اخرى وفرضت على الاخرى اه واقع الحرب فمن هوني اه نمشيو للنقطة الثانية في البرنامج المتاعنا اللي هي باش نحكيو فيها على الغاز وموريتانيا والامكانيات اللي قاعدة بوريتانيا باش اتوفرها للمواتنين بتاعها